مسؤوليات وطنية جسام مسؤوليات وطنية جسام وبكيان وإن فارقنا بجسده سيظل عالقا في وجدان القلب والعقل مجبرا أنفسا كانت حاضرة على طيبته حافظة لشمائل الود معه مبقية على دوام الوفاء له مستذكرة ما فعله راحلها العظيم بأفعاله وأقواله الخالدة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله وأنزل عليه شآبيب رضوانه ومغفرته الذي حسن سمته وعلى شأنه وتوردت مسيرته بإنجازات سيظل التاريخ عليها شاهدا وستحافظ البحرين بكل قاطنيها على عهد المحبة له والامتنان لكل مرحلة مفصلية عاشتها أرض الخلود ونمت زهرتها لتكبر بمدارات خليفة بن سلمان لجذورها وسيقانها وأوراقها 49 عاما مضاها الأمير الراحل في منصبه خدمة للبحرين ومواطنها 49 ربيعا قضاها في نصرة الأرض التي التحف بسمائها وقدس هواءها ولم ينفك في حب ترابها حتى آخر رمق بلل عروقه الندية إذ كان لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله ذلك الدور المركزي والأساسي في قيادة العمل الحكومي بكل جوانبه الأساسية بما يرمي إلى الحفاظ على مؤشرات التنمية صعودا ليسهل تحقيق النتائج على أرض الواقع عبر بوابة عمل حكومي متناغم يستقي وهجه من رؤية اقتصادية شاملة عبد الطريق لخطاها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله وعز ملكه وبمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء فبتوجهات الأمير الراحل أصبح المواطن البحريني الخيار الأفضل لسوق العمل بعد تعليمه وتدريبه بشكل مميز ليمتلك المهارات الأساسية المطلوبة في سوق العمل وجدارته في الحصول على فرص وظيفية ممتازة وبنظرة سموه رحمه الله الثاقبة التي أفلحت في قراءة المشهد الاقتصادي العالمي وما قد يصيبه من اختلال واضطراب بين اللحظة والأخرى تم تنويع الاقتصاد الوطني حتى لا يتم الاعتماد المتواصل والأساس على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي الأمر الذي أدى إلى خلق فرص تنموية متعددة ومتنوعة في التجارة والبنوك والسياحة وسياحة المعارض أيضا وغيرها من القطاعات الحيوية المؤثرة البحرين مع العالم جزء من هذا العالم الكبير الذي نتمنى إن شاء الله أن تكون حصتنا في التطور والبناء كبيرة وإن شاء الله تكبر بجهد أبنائنا وعزمهم وأكد لكم أن عزمنا إن شاء الله قوي ومستمرين وفي تعاون من الجميع لمصلحة الجميع لمصلحة البلد ونمو هذا البلد جميع القرارات التي تبناها سمو الأمير الراحل قادت وما زالت تقود إلى نمو اقتصادي قوي يحقق المنفعة للبحرين وشعبها حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا تجاوز حاجز الأربعين في المئة وقد صاحب الناتج المحلي غير النفطي نموا وصل إلى ما يزيد على خمسين في المئة مؤشرات تجارية ومالية ساهم الأمير الراحل في رسم صورها عبر باقة من الاستراتيجيات والخطط الحكومية الناجعة والتي أدت أيضا إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي بلغت ما يقارب 13 مليار دولار وهو رقم هائل تم ضخه في الاقتصاد البحريني ووفر المزيد من الفرص وزاد من عجلة النشاط الاقتصادي والتجاري في البلاد وكان له الشأن المباشر في معادلة تحسن مستوى دخل الأسرة البحرينية من خلال زيادة رواتب وأجور البحرينيين في القطاعين الحكومي والخاص تلك بعض من النماذج ذات الدلالات الكبيرة على ما تحقق من إنجازات مهمة رسم ملامحها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله لمسيرة التنمية الشاملة التي رحبت أجواؤها وتماسكت لبناتها لتظل البحرين عنوانا للنهضة التي أرادها خليفة بن سلمان الذي سبقنا إلى دار الخلد والحق ترجمة نانسي قنقر